موسيقى نين حزيران 2014 بصبحكم بألف خير مشاهدينا ودعوة دايما موجهة لألكون لحتى تابعونا بعالم الصباح بهنهار الجديد خليني بالأول صبح بالخير الشاف شادي يالي موجود معنا مع بداية هالأسبوع صباح الخير صباح الخير كيف أحوالك اليوم واضح عمد الله كيف كان ويك أنت اشتقتلكم كتير ويك أنت كان نقلي بامتياز نقلت من باية ثلاثتين نقل مبارك لكان ففيكم تجو إذا بدكم تهنون خلاص برحب فيكم نهارنا حلو كتير رح يكون بداية الأسبوع التحضيرات فرح يكون كمان جميل جدا أنا أطلّي هلأ بعد حوالي شي 40 دقيقة وطلّي كمان طويلة على شي الساعة 12 إلى ربع لمدة 10 دقائق وإخر شي لنص ساعة ايه أكيدا الله راد رح نحتاجيها عن كتير من الأمور اليوم مع بداية هالأسبوع بدي أقول أنه في عنا سيجمنت جديدة أو فقرة جديدة رح تنضم لإلنا زغطورة مهضومة إلى علاقة بالرياضة مع جورج وجورج رح يعطيكم كتير من النصائح بتمنى اتبعوها ونشوف قديش فينا نطبقها أمور كتير سهلة كتير هيني كتير سريعة فيكنوا تطبقوها بالبيت وما بيعود في أي حجة حتى نقول أنه ما عم نعمل رياضة أو ما عم نتحرك من هالمنطلق هيدا سؤالنا اليوم كمان لكل يلي حابين يعطونا رأيون نهار التنين دايما بقول رح بلش صبار التنين رح قامل دايت التنين رح بلش قمشي التنين رح وقف ضخان التنين رح غير ما بعرف شو بحياة التنين هالتنين يلي منحمله قرارات كتيرة ودايما يعني أكتر مما هو بيحمل حابة اليوم كنت أعرف منكن شو القرار يلي محملينه لنهار التنين مع بداية هالأسبوع بلشت الإجابات توصل أكيد رح نتوقف عندها بعد شوي من بعد ما ننتقل لحتى نشوف النهار كله شو رح يحملنا اليوم من فقراتك بحلقة اليوم من عالم الصباح منتابع لأبراج مع كارمن عصحة السلامة ريوة بتتلقى اتصالاتكن وبتجاوب على أسئلتكن لما تعلق بالصحة خفيف نظيف مع كارلا تغير حجم الحصة الغذائية والنشاط المطلوب لحرق الوحدات الحرارية الإضافية كيندا بتتلقى اتصالات وبتجاوب على الأسئلة بأرض ورد غيرة التلميذ من بعضن إلى حد الإذاء مع مايا بولادة بالدني نتعرف على ضيفنا فنان ناصر مخول ومسيرته الموسيقية ورشة ملح مع شف شادي الميزان بلاس لهالشهر حتى نتعلم نحضر طبخاتنا وننظم وقتنا على مدى أسبوع والبداية هي مع كارمن ننتقل ثوال حتى نسمع كل حظوظ الأبراج اليوم صبحكم الخير اليوم التنين اتنين حزيران يونيو اليوم الأمار مرافقنا من برش ناري برش الأسد ولتلاتة أيام وورا بعدها الأمار رح بيكون موجود بهالبرش الأجوية رح بتكون حلوة كتير للأبراج النارية موالية برش الحمل للأسد وأيضا القوس خلونا نبدأ مع أول برش برش الحمل بالنسبة لألك فيك تعتبر أنه هيدا نهار هو بداية موفقة للشهر نهار جيد جدا عندك قدرات كتير حلوة مولود برش الحمل اليوم هو نهاري بيحمل حظوظ كتير قوي ما تتركه يمرؤ مرور الكرام وبعتبر المولود الأكثر حظا نسبيا هو مولود شهر نيسان أبريل ننتقل لأ برش الثور مولود برش الثور هيدا نهار يمكن بيخليك شوي منطوي على زيتك أكتر من نهار آخر ليش؟ لأنه بتحس أنه في عندك بعض القصص يلي لازم تشتغل عليها ويلي يمكن هملتها مؤخرا على كل نهار جيد منه نهار سلبي فقط مطلوب منك أنه شوي تحكي تعبر عن رأيك وما تكون ساكت على مضض بشكل خاص إذا كنت من موليد تسع وعشر أيار مايو ننتقل لأ برش الشوزاء نهار مميز لمولود برش الشوزاء نهار بتكتر في الحركة حركة التواصل مع الناس يمكن الزيارات والاتصالات بتحط حالك بالسيارة بتنعزم بترد العزيمة نهار كتير حلو أيضا للأبحاث وأيضا للامتحانات فما تعتلهم على الإطلاق والأنشط هو مولود واحد لخمسة حزيران يونيو نكمل مع برش السرطان بدك تنتبه على رأس الأموال اللي عندك أو يمكن على كل هالأمور اللي بتعتبر أنه هي ثروتك فيها تكون الثقة في النفس فيها تكون يمكن حتى سمعتك اسمك وشهدتك بالجامعية أو المدرسية اليوم نهار تقييم لألك لكن هناك بعض الغموض بالأجواء فانتبه للموضوع وما تخلي أبدا أنه معنوياتك أو مستويك يوطى وبعتبر المولود اللي محمي نوعا ما هو مولود 12-15 تموز يوليو منكمل مع برش الأسد ثلاثيين مولود برش الأسد ما حدا أدو الأجواء اليوم كتير مهمة بتشيلك من ميلي بتحطك بميلي أفضل لذلك ما في خوف عليك قرر شفتك تعمل كون جريء وما تستحي تقول لشخص أنه فعلا الأمر مش عاجبك أوي قلبك وحسن أوضاعك 7-8-9 أبا أغسطس وموليد شهر تموز أن الأوفر حظا ننتقل لبرش العذراء مولود برش العذراء ضروري بهالثلاثيين تكون عينك مفتحة منيح على كل شيء على كل شيء بالنسبة لألك عنده أهمية سواء كانوا الامتحانات الشهادات سمعتك اسمك علاقتك هالثلاثيين منهم هينين على الإطلاق يمكن يكون فيه شوية تراجع في الحزوص فلذلك مطلوب منك تحمي حالك جيدا وباعتبر المولود اللي عنده شوية حظ مدعوم للحظ هو 5-6 أيلول سبتمبر وكونوا حذرين موليد شهر أب أغسطس ننتقل لبرش الميزين هيدا نهار مميز مولود برش الميزين 3 أيام فيك تقول 3 أيام احتفالات 3 أيام للدعم للتأييد وحتى فعلا تقوي شعبيتك وقدراتك ويمكن حتى نفوذك الأجواء اليوم كتير حلوة بتنبسط وتفرح ما تبقى لحالك لكن كن حذر جدا مولود 3-9 أكتوبر من معاكسات من السرعة ومن المجازة فيه منكمل مع برش العقرب مولود برش العقرب بدك تكون قدة بدك تكون جاهز ممنوع الاستخفاف بأي واجب مطلوب منك اليوم حتى لو كان واجب روتيني ضروري اليوم مولود برش العقرب تكون جاهز وقال له لمسألة كتير بسيطة سخيفة تعمل لحالك مشكل بشكل خاص 10-11 نوفمبر 20 الثاني ننتقل لبرش القوس مولود برش القوس مسائبة 3 أيام حلوين لحتى تعود عن تأخير عن مشكل أو لحتى تصالح يصير فيه مصالحة يصير فيه جو إيجابي الجو إذن بيحمل حظوظ مش بس اليوم بكرة وبعد بكرة لحق حالك هيدا الحظ مش دايما موجود أوي قلبك وبعتبر المولود الأنشط نسبية من ناحية الحظوظ موليد نوفمبر بنكمل مع برش الجدي مولود برش الجدي يمكن زعلت أخذ على خاطرك مبارح أو المبارح زعلوك سمعوك شي كلمة أو الأمور ما مشيت على رضاك مثل ما أنت بدك اليوم النهار لا بأس به ما تفكر أنه بتقدر تشيل الزير من البير لكن فيه مجال للتوسط فيه مجال لبحث الأمور وفيه مجال لترطيب الأجواء اشتغل على الأساس خاصة مولود 4-5 كنون الثاني يناير بنكمل مع برش الدلو مولود برش الدلو هاي لنهار سيفضوا حدين من ناحية عندها قدرات مهمة جدا لحتى تروح على أي اجتماع لحتى فعلا توصل للموعد اللي أنت بدك لكن من ناحية أخرى فيك بكلمة بتكشيرها بموقف معين تنزع كل شي إذن ضروري يكون جاهز وعارف كيف بدك تسيطر على الأمور وتخلي عواطفك وأفكارك ومواقفك السلبية على جنب باعتبر المولود الأكثر تعبا هو مولود كنون الثاني يناير آخر الأبراج برش الحوت مولود برش الحوت ثلاثة أيام في يون شغلي كتير في يون شغلي كتير على مسألة واحدة اثنين أو اشياء متعددة وكتير اليوم مولود برش الحوت مطلوب منك الدقة في العمل بدك تنسبه لأكلك لمشربك وأيضا لصحتك الأجواء متقلبة بتخصك أو بتخص العيلي أو حتى المنزل وبيبقى الأكثر تعبا مولود ستة عشرين سبع عشرين شباط فبراير بختم مع مولود اليوم بانتظار مولود اليوم تعدد الاهتمامات اهتمامات سواء كانت بالعمل مهنية أو حتى دراسية مولود اليوم بانتظاره تقدم تطور مهم فحاول أنك تمشي وتدعمه حزيران يونيو أكتوبر وشباط فبراير هنه أفضل الأشهر إلى اللقاء بكرة برأي جديدة باي باي مرسي لألك كارمن مثل ما وعدكم ابتداءا من اليوم رح بيكون في عنا محطة جديدة لحتى نحفز أكتر على موضوع الحركة والرياضة جورج نضم لألنا بأسرة عالم الصباح ورح يعطيكم نصائح عدة مرات يمكن بنهار تشوفوها هيك لحتى تقدروا تطبقوها بشكل كتير سريح هيا ننتقل سوا ونشوف نصيحة اليوم اشتركوا في القناة ونصف اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة